وردة عباس وردة عباس بتسأل عن مرض أصاب بنتي وهو تليف بالكبد طيب مفيش مشكلة خالص يا وردة هنكلمك بس ركزي معنا ركزي كويس جدا جدا لان كل كلمة هقولها لها معنا ومعنى عميق مش سطحي انا جبت زيت سخن يا وردة ودلقته على ايدي وانت شفتيني بعد سنة تقول لي ايه ده يا دكتور حسان كان في حاجة سخنة وقعت على ايدك اقولك اه يا وردة كان زيت سخنة وقعت على ايدي طب ويا دكتور حسان بتمسك الحاجة اه وبتشتغل عادي اه يعني معندكش مشكلة اقولك لا يبقى له قيمة ملش قيمة الا في المنظر منظر غلص ان ايدي مكرمشة ومطرح زيت سخن منظر غلص انما ايدي بمسك كويس بشرب باكل بشتغل معنش اي مشكلة كذلك الكبت ممكن يحصل تلايف في الكبت فعلا تلايف ده حاجة من اتنين يعني اما اصاب الوظيفة ايدي هو اعلي هزيت سخن مش قادر اعمل كده ده اصاب الوظيفة مش قادر امسك كبد تلايف واصاب الوظيفة بقت مشكلة لكن كبد تلايف ووظيفه هي هي بيرفكت عملت الوظيفة الاولى لقيت كويسة الوظيفة التانية كويسة الوظيفة التالتة كويسة عدق معايا لحد 16 لقيتم كويسين خلاص تقولي طب انا محتاجة ايه متابعة متابعة طب انت عرفت ازاي اقول لك عرفت بالصنار موجات صوتية برسم كبد لقيت كبد متلايف هروح عامل وظائف كبد في الحال لقيتها بيرفكت كلها وسليمة خلاص تقولي طيب انت انا محتاجة ايه منك متابعة كل 3 شهور هنعمل وظائف كبد و هنعمل صنار جديد و نشوف الوضع شكله ايه هل حصل مشاكل من هذا التلايف هل حصل مشاكل في دورة دموية البابية من هذا التلايف ولا احنا زي ما احنا و كويسين وظائف الكبد حلوة خلاص فبادئ دي بدء ما نقلقش طالما يلا جاوبي بقى جاوبي طالما ان وظائف الكبد سليمة و ان تلايف الكبد لم يؤثر على الدورة البابية بتاعة الدورة الدموية البابية يعني ما اثرش عليها وظائف الكبد سليمة يلا حاجة روحي ما فيش اي مشكلة بس دا عايز ابحاث يعني ما قدرش احط ايدي كده على بطن عيان اقول له انت عندك تلايف الكبد روح ما قدرش اقول له كده لازم حامل موجات صوتية قد نحتاج منظر تقول لي ليه اقول لك شوف فيه دا ولي مريء اقول لأ ثم المعمل المعمل حيقول لي وظائف الكبد سليمة اقول غير سليمة وظائف الكبد سليمة خلاص ما فيش دا ولي مريء خلاص دورة دموية البابية سليمة خلاص انت عايز ايه شكل الكبد وحش طوز فيه طوز فيه ما يبقى شكل وحش خلاص انما لو لقيت حاجة من دول اتغيرت لا لازم اتدخل تقول لي ايه نوع التدخل اقول لك تدخل يصل الى زراعة كبد يصل الى هذا على فكرة زراعة الكبد دلوقتي سهلة جدا 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 عندنا ما شاء الله دا كاترة في مصر بقى بروفيشنال زراعة كبد فما يخوفش اوي كلمة دي لكن لازم ابحث الاول طب هل فيه ادوية اه فيه ادوية فيه ادوية قبل زراعة كبد ادوية كتير جدا توطي الضغط البوابي وحنتكلم عليه